السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات التجانب العربي الأمريكي ياطيكم ألف عافية اليوم بنا نحكي عن التجربة الثالثة في لاب الكيميا التي تحكي determination or the density هذه التجربة تتلخص فعليا أنني أعرف كثافة المواد الآن المواد تنقسم إلى صلبة وسائلة لو تجد تطلع على المواد الصلبة إما تلاقيها أنها شكلها منتظم مكعب مشبه مستطيلات كرة أو فعليا غير منتظم الريجولر هلأ بتكون الريجولر بتكون زي الحجر بتكون زي قطعة خلينا نقول من المعدن غير منتظمة قطعة ما إلها شكل ثابت ما بغضرش أحسب طول بارتفاع أو أني فيش إلها قانون حسابي هون فعليا بيجي بيحكي لي في هلو لفها التجربة بدك توجد لي الكثافة للمواد سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة للصلبة وبدك توجد لي الكثافة المواد اللي برضو السائلة ببارك تتعرف على هاي المواد شو هي ع كل حال أنا أخذت من الجدول اللي بعثي يا دكتور هذا الجدول طبعا من شان أرجيكم إياه أخذت من الجدول هذه اللي هو العمود الثاني العمود الثاني طبعا الجدول الأول اللي موجود عندنا في الأول هون هو عبارة عن جدول خلينا نقول اللي هو تجربة إيه والجدول اللي هون هذا الجدول هو عبارة عن التجربة به والجدول هاضه هو عبارة عن التجربة سي هلأ أنا خذت العمود الثاني منهن الثلاث مشان نحله وحلينا هلأ طبعا كل طالب بإمكانك تستخدم جدول ثاني أو أنك تنكله الأرقام زي ما أنا استخدمتهم تستخدمهم أنت الحل طبعا للتجربة الأولى بكل أوجد لي الكثافة لشكل منطقة أخذت أنا الجدول الأول مطلوب مني مطلوب مني مطلوب مني ومطلوب مني أوجد الطول والعرض والارتفاع يا جماعة بتلاكوه في جدولنا اللي بعث لي يا الدكتور تمام الثماني هاي من عند الدكتور والثلاثة ونص من عند الدكتور من الجدول والأربعة من عند الدكتور حتنشوف نورجيكم إياهن الثماني الثلاثة ونص والأربعة يعني أنا نجاب هاي الأرقام لما بيكون من الجدول إذا ما هو من العمود الثاني طيب هلأ بيجي بحكيه لشو الحجم الحجم هون بما أنه شكل منتظم لريكتانجولرز لشكل شكل خلي نكون مكعب أو شبه مستطيلات بيكون عندي الطول بالعرض بالارتفاع هنا أنا في الحسابات عندي هنا معطي الطول ثماني في ثلاثة ونصف في أربعة بيطلع الجواب مية واثناش عفوا مية واثناشر سنتيمتر مكعب سنتيمتر مكعب طبعا ضروري أني أنا أجي أكتب إيش الوحدات للدكتور مشان أوكي مشان أسلمه أسلمه إياه طيب هلأ كمان أوجدت إيش الدنسيتي الدنسيتي أنا لما أوجدتها بتكلي الكثافة كديش اللي هي الكتلة على الحجم اللي هو الماس ستة وسبعين على الحجم مية واثناش بطلع عندي جواب ستمية وثمان وسبعين بالألف وكتبتها في الجدول مرة ثانية هون طيب لو شو مكي ما مطلوب مني الاكسبتت فاليو الاكسبتت فاليو هاي من الجدول اللي بعتلي يا الدكتور سبعمية وعشرين في الألف طيب أنا كديش تلعت عندي طلعت عندي دنسيتي ستمية وثمان وسبعين معنا تشو نسبة الخطأ نسبة الخطأ باجي بحسبها في الجدول في القانون اللي هون بكولي بيرسانت ايرور بسويها سبعمية وعشرين ناقص مية وثمان وسبعين بالألف على سبعمية وعشرين بالألف ضرب مية في المية ويساوي خمسة وثمانة في المية هلأ ايدنتفاي اوضاء النون صوليد بده هون بيطلب مني شو نوع هاي المادة طبعا شو نوع هاي المادة ممكن انك تلاكيها في جوجل تسألوا شو المادة اللي كثافتها سبعمية وعشرين جرام لكل ميل طيب نيجع للدنسيتي افقا الريجولر شابد صوليد هلأ الويت والإنيشيال فوليوم والفاينال فوليوم هذول من الجدول تمام باجي بحسب كداش الفرق في الحجم اللي هو ناقص الانيشيال لأربعة وثلاثين ناقص التسعة وعشرين وبهوجد بعديها الدنسيتي مباشرة الدنسيتي بتساوي اللي هو الكتلي خمستاش على الحجم اللي هو طلع عندي الفرق بينهن أربعة وثلاثين ناقص سعة وعشرين خمسة ويساوي ثلاثة جرام لكل سنتيمتر مكعب أو لكل ميل جماعة نفس الإشي الميل والسنتيمتر مكعب هي نفس الوحدة أو خلينا نقول يعني بس السنتيمتر مكعب للصلب والمل للسائل طيب بعدين بوجد نسبة الخطأ اللي هي ثلاثة واثنين ناقص ثلاث طبعا من الجدول تمام وبوجد على تقسيم ثلاثة واثنين فبطلع عندي الجواب ستة فاصل ستة سبعة طيب هلا جماعة أنا برضو نفس الإشي بطلوب مني هذا موجود في الجدول تمام خمسة وثلاثين أخذتها كداش القراءة الأولى كبرضو من الجدول ثلاثين واثنين ثمان وثلاثين برضو من الجدول بعدين ناقص بنقصهم من بعض بطلع عندي الجواب خمسة وثلاثين وثمانية هذا هو عبارة عن الحجم اللي أنا أخدته هذا الحجم لما أنا وزنته طلع وزنه مع الكاسي ثلاثة وستين طب اللي حاله كداش طب ما هي الكاسي وزنها خمسة وثلاثين وهن اثنين مع بعضهم وزن ثلاثة وستين معناته أنا الوزن طبع المي أو السائل اللي أنا أخدته هو عبارة عن ثمانية وعشرين جرام طيب باجي شو بوجد بوجد الدنسيتي فبوجد الدنسيتي الدنسيتي تساوي الثمانية وعشرين الوزن يعني طبع السائل على الخمسة وثلاثين وثمانية اللي هي الحجم ويساوي عندي ثمانية وتسعين في المية الثمانية وتسعين الثمانية وتسعين في المية باجي بحسب أنا طبعا كداش الـ اكسبتد فاليو اللي إلي 79% باجي بقول 98 ناقص 79 على 98 ضرب 100% يساوي 24% هلا الريزلت هون طالبها مني ردت عدة أنا الريزلت وكل واحد من هذول التجارب كديش والله طلعت معاي الاولى 678 كديش 720 كده النسبة الخطأ 85 ردت عبيتني كمان مرة اختصرت يعني الحل كلاته نقلته مرة ثانية هون ثلاث ثلاثة وعشرين للثاني كانت والنسبة الخطأ 667 وقديش الثالثي كانت 98 المقبولة كانت 79 ونسبة الخطأ 24% في السؤال الاخير يا جماعة الـ question بكل أنا في عندي 13 و45 جرام هذو اكيد عبارة عن كتلة object is dropped into a graduated cylinder containing 3.5 مل محطوط في هالكاسة المرقمة او خلينا نقول الاسطواني المرقمة موجود 33.5 مل حطينا اشي كتلته 13 و 45 جرام ارتفعت المي من رقم 33.5 لحد ما وصلت 44 و 4 معناته الفرق في الحجم اللي صار في المي الازدياد هذو عبارة عن حجم الاشي اللي انا حطيته او الجسم الغير معروف بكل اوجد لي كديش بكل الدنسيتي هي عبارة عن الكتلة على الحجم الكتلة انت معطينيها 13 و 45 جرام طب الحجم هو عبارة عن الفرق بين الحجم الاول والحجم الثاني معناته 44 و 4 ناقص 33.5 و يساوي 10.9 10.9 هذا الحجم باجي بقسم 13 و 45 على عفوا 13 و 45 على هون هون مش 33.5 على الحجم اللي هي على 10 10.9 وبحسبها مشان تطلع معاي صح اطلع تقريبا 1 فاصل او خليها مش تقريبا 13 و 45 14 و 45 تقسيم 10.9 و يساوي 1 و 2 نيجي مسجلها 1.2 جرام لكل سنتي متر مكعب هذا حل التجربية جماعة و هيك انا بكون بسوي لها حفظ وتكون التجربة عندي جاهزة فعليا للتسليم للدكتور يعطيكم الف عافية كنت معاكم يوسف بعودي من مركز الدكتور يوسف ترجمة نانسي قنقر